لباسيل هل هو ما يجعله يستمر هذه التصريحات أو المواجهة مع الآخرين رأينا سابقا التصريح ضد العمال الخليجيين في لا أحد هناك يعمل ربما كما قالت وسائل الإعلام هناك قانون لمنح أولاد الأم اللبنانية الجنسية اللبنانية إذا لم تكن متزوجة من سوريا أو فلسطينيا هذه النقطة أشار لها دكتور خطار بأنه لديه عقدة ربما من هتين الجنسيتين يكره العرب أيضا فبالتالي من حق أي أحد أن يسعى للسلطة لكن هل هذا السعي صحيح أن تستعدي كل العالم وأن تستعدي كل الداخل أحسنت الحقيقة سياسة الوزير باسيل هي لو كانت تنبع من وطنية وتنبع من حرص على لبنان لكان وجد له من يؤيده داخل الأحزاب اللبنانية وداخل حتى المحيط الإقليمي لكن هذه الزعامة التي يريد أن يقتنصها أو يريد أن يقفز إليها بسرعة والاستعانة بالحزب الله هي بدون شك ولا مطلق لإيران وتكريس للطائفة أو للمذهبية الإيرانية التي تتغلغل وتتغول داخل لبنان رأينا هذا كيف تم نزع الوطنية من الدولة إلى المذهب والحزب وهو تساءل سؤال وحقيقة من حقه أن نطرح تساؤله هذا عندما قال أنا وزير وأنا لبناني مش من حقي أروح الجبل حتى وزير وكان يروح طرابلس وطلب منه ومشي العون فهل مواطن لا يستطيع أن يذهب إلى جزء من وطنة؟ الحقيقة هذه خطيرة مع أنه كذا أنه أصبح هناك كنت هناك أنت تستطيع كمواطن ولكن عندما يقول جمبلات أنه لماذا كل هذه الأعداد من الجيش لماذا يريد بسيل هذه المواكبة الكبيرة من الجيش لزيارة الجبل هذا استفزاز أيضا من القيادات السياسية هناك هذه رسائل هو يريد الآن أن يجيش كأنه يقوم بحملة انتخابية لجس النبض لازال الجبل وهو مثل ما تفضل الأستاذ سامي هو يعني رمز الوطنية هو يريد أن يحصل على هذه الوطنية ولكن هو يعمل ضد الوطنية اللبنانية يعمل ضد المكون اللبناني للأسف الشديد هو لو لا مثل ما تفضل الأستاذ خطار لو لا الدعم الحزبي والميليشاوي من حزب الله لذا لا يكون وصل